معودناكم بفقرة لنجاوب عن كل الاستفسارات يلي بتكون بأي قانون أو موضوع ضمن سوريا واليوم ما خصصناها للمعلمين ضمن المساحة التربوية أكيد بيسعدنا نرحب بالاستاذة عمادة هزيم مدير التعليم في وزارة التربية لنجاوب عن كتير من الاستفسارات يلي وردت من المعلمين حول منهاج الفئة بي يسعد صباحك صباح خير أهلا وسهلا فيك شكرا نكون يسعد صباحك أستاذة عمادة يعني كتير من الاستفسارات وردتنا من الناس رح نحكي عن أهم النقاط حتى نجاوب عنا بالتفصيل خلينا نبدأ عن أهمية منهاج الفئة بي واللي أصدرته وزارة التربية وطورته للمتسربين من المدارس أو المنقطعين عن المدارس خبرنا عن أهمية المنهاج بي طبعا منهاج الفئة بي هو منهاج رديف يعني رديف للمنهاج الرسمي بالمدارس السورية طبعا وهو ضمن النظام الداخلي لأننا نحن نحطه دائما البيء في حالة الطوارئ نستخدمه الآن بحكم الأزمة نحنا لجأنا لإله في حال لأنه عنا بعض الطلاب متسربين عدة سنوات بحكم الأزمة بحكم الوضع الأمني الشي اللي صار ببلدنا الحبيب سوريا طبعا فعلنا ورجعنا لإله حتى حفاظا على مستحة الطلاب طبعا يكونوا عندنا تلميذ يكونوا ضمن المنظومة التعليمية لزملائهم ويلحقوهم يعني في بعض الطلميذ تسربوا لمدة عامين أو عام واحد أكتر من عامين أفوان هدول نحن عملنا لهم برنامج مكسف كل صفين بصف لحتى يلحقوا زملائهم بالعمر وبس صاروا بعمر الزملائهم اللي من نفس الفئة العمرية بيرجعوا للمنهاج الرسمي هو اللي هو ألف طبعا يعني هو منهاج مكسف في الجرعة العلمية المناسبة الأساسية للطالب لتعاوضون على الفاقد التعليمي اللي حصل بحكم الأزمة طبعا أستاذ خلينا نحكي هو مطبق بكل المدارس بسوريا طبعا نحن كان هو لازال مطبق بكل أغلب المدارس يعني فيه لهم مدارس خاصة بالنسبة للفئة B يستقطبوا الطلاب اللي متسربين طبعا وإلوه انتشار جغرافي بكل سوريا طبعا هلأ نحن طورنا للمنهاج صار في عنا منهاج تجريبي اشتغلنا شوي على الأمور اللي طورنا بالمنهاج بحيث أنه يواكب التطورات العلمية ويواكب المرحلة العمرية والفكرية للطالب هلأ عنا مرحلة تجريبية على 129 مدرسة منتشرة بأغلب المناطق السورية بتغطي مساحة سوريا طبعا الجغرافية لحن نجربه ونشوف شو في ملاحظات وبعدين منعممه طبعا عنا منهاج قديم لازال ساري مفعول ويشغل عليه لكن هلأ بحكمة تجريب والتطوير المنهاج لجأنا لأنه نجربه على عينة معينة حتى ناخد منه الدراسة الفعلية ونطور فيه وفق المعطيات الجديدة اللي مشوفها بالميدان التربوي طبعا نعم يعني كمان كتير أكيد عم توصلكم الأسئلة أنه فيه تغيير بالمنهاج هيك بالمستقبل القريب كل الناس عم تسأل فيه مثلا خاصة للشهادات فيه تغيير معين بالمنهاج أو بالمواد مش هنتخبر العالم اللي عم تسأل هذا الشيء طبعا نحنا دائما المعلومات الأساسية بالعالم والمعلومات اللي نحنا من الجألة فيه تطور مستمر عالميا ولابد أنه المنهاج يحدث عليه بعض التطويرات اللي بتواكب التطور العلمي العالمي بكل عالم طبعا نحنا عنا فيه مركز متخصص بمناهج مركز تطوير مناهج تربوي بوزارة تربية فيه خبراء معنيين بتطوير المنهاج بإدخال كل ما هو حديث وطارق بالمنهاج بحيث هو أنه يواكب كل التطورات العالمية ويحدث كل احتياجات التلاميذ يعني يسدها ويكون وفق ميول واحتياجات التلاميذ والطلاب عنها طبعا التطوير هذا الشيء مستمر نعلا بد منه طبعا ونحنا دائما فيه تطوير ممكن نتطور بوحدة ممكن نطور بموضوع معين دائما نحنا عنا دفع للطباعة كل سنة ندفع دائما لعام واحد تحسب أنه يطرق شي جديد ممكن نعدل بأي كتاب ممكن يصير تعديل شامل ممكن يصير تعديل جزئي وهذا دائما مستمر بوزارة تربية عنا تعديل مناهج مثل ما عملنا بالفئة بي مثل ما عملنا بالمنهاج الرسمي ألف لذلك هذا شيء مهم جدا تطوير وهذا شيء يعني فيك تقولي شيء تعافي شيء رسمي طبيعي لازم نرجع له دائما تطوير المنهاج حاليا الآن استقرت المناهج عم نطور فيها بجزء أجزاء بسيطة وفق المعطيات اللي عم ناخدها بالمدارس والمنهاج والتجريب اللي بضمن المدارس والملاحظات اللي عم بتكون تماما السنة الماضية عدلنا على اللغات الإنجليزية والفرنسية صار في عنا منهاج رسمي سوري بخبرات وطنية طبعا وبوقت قياسي أنجزوه وهلأ هو قيد التجريب هالسنة لكل الصفوف ووفر كتير على الدولة كنا نجيبه من الشركات خاصة قبل لمدة سنين هلأ صار منتج وطني وكتير حلو وضمن الخبرات ووفق احتياجات طلبتنا طبعا دمان خلنا نتقل موضوع تاني صدر الأمس قانون بما يخص أو قرار تحديد طبيعة العمل وهذا القرار عم يحكي عن التغييرات اللي طرقت على طبيعة العمل للمدرسين سواء الكوادر التدرسية أو الإدارية ورد استفسار أنه لماذا لم تكن طبيعة عمل الإداريين هي 20% ليش ما حددوها مثل ما صار تحت قبة البرلمان صار هيك في لغة أنه يترى أنه الإداري هو أقل شأن من الدرس بالصف أو الكوادر التدرسية طبعا نحن القوانين في وزارة التربية والمرسيم دائما في حالة تطوير ووفق الإحتياجات نحن المعلم هو أهم شيء عنا ضمن الصف هو اللي عم يتلقى الجرعة الكبيرة هو اللي لازم يتلقى أي شيء طبعا الكوادر التانية والفريق الأخر مثل الإداريين همنا ضمن العملية التربوية نحن لجأنا لهالقصة أنه 40% للمعلم اللي واقف جنب اللوح اللي عم يقدم كل شيء وعنده جهد زيادة عن غيره لجأنا لهالقصة لنشجع عملية التدريس لنشجع المدرس أنه يعطي من قلبه هو طبعا متفاني بزر وجود الدروس الخاصة وهيك طبعا نحن فيه طرق تانية لمحاربة الدروس الخاصة بس هلأ نحن بالنسبة لتقييم المعلم نحن طبعا الإداريين لجأنا لـ 10% طبعا هلأ فيه عم نشتغل على شغلات تانية ممكن نزيد التعويضات للإداريين بطريقة تانية غير المرسوم اللي نص عليه المرسوم طبعا المعلم هو أهم شيء اللي عم يدرس اللي ضمن الصف اللي لازم يتلقى أي شيء طبعا الكوادر اللي معه اللي عم تدعمه لوجستيا مثل المدير مثل المعاون المدير أمين السر كان ما قلهم تعويضات كان تعويضاتهم خفيفة هلأ نحن رفعناها كبداية ولا نعمل كمان فيه لجان عم تشتغل على رفع التعويضات المتنوعة طبعا التخصصية هيك بصيروا متوازين المعلم أو المدرس زائد الإداري بس بدأ مسألة وقت نحن عم نشتغل على الأمور بعدة مجالات بالوزارة طبعا تطوير البيئة التعليمية تطوير الشروط التعليمية بالنسبة للمعلم نحن المعلم شيء مهم كنز بالنسبة لنا لازم ندعمه بأي شيء ممكن نحصل نحسن نعدله نحن ألا كمان في شيء جديد عملنا بالتعليم المهني وشي نوعي أنه دخلنا الإنتاج ضمن التعليم المهني يعني صار في عنا مدارس مهنية منتجة هيك بيعود ريعه للأسادزة بيعود ريعه للكوادر للتلاميذ نفسهم بيكون هو خلال مرحلة التعلم عم ينتج ويتعلم السوق العمل وممكن يطلع بالأخير متخرج جاهز عنده ورشته عنده أموره كلها جاهزة وممكن عم يطلقى كمان يعني حافز مالي خلال دراسته وهذا كتير مهم بالنسبة لحياته المهنية وحياته كتلميذ كطالب ضمن التعليم المهني وهي شيء كتير حلو بالنسبة لنا صار في عنا صلاح سيارات ضمن المدارس المهنية في ورشات خاصة تكييف تبريد تصنيع مقاعد هاي كلها كنا نشتريها من برة نلجأ للقطاع الخاص هلأ صرنا ننتجها ضمن المدارس المهنية وهذا يحسب لوزار التربية وهذا يحسب لصالح الطلاب طبعا أكيد كمان أستاذ عماد وصلتنا رسالة من أحد المعلمات عم تقول أنه شو وضع المعلمين اللي خفضوا نصابهم بعد السبع وشرين سنة خدمة وما استفادوا من التخفيض بالعاكس صاروا عم يعطوا أكتر وما في تعويض مادية عندهم ولا راحة للمعلم وليش قانون التخفيض لا يطبق بالمدارس على الرغم من موافقة التربية عليه وأنه بده جواب على هذا الاستفسار من حق أي معلم مدرس أنه يكون ضمن خدمته لأنه كله تخفيض معين هو إكراما لإله وتقييما لجهوده اللي عم يساوية بس نحن الآن بحكم الأزمة في عنا نقص ببعض المناطق طبعا لجأنا للمدرسين أو المعلمين الموجودين يعني في المدرسة لتغطية الشواغر وهذا طبعا مو مجاني من حقه ياخد تعويض إضافي عليه ونحن ما جبرنا يعني مو جبر نوعا ما بس نحن كمان نحن للصالح العام أحيانا منلجأ للمدرس الموجود المستقر لوجستيا منلجأ له أنه يسدلنا خمس ست ساعات مأجورة أسبوعيا طبعا ممكن يرفع تعويضاتها عبر مدير المدرسة وياخدهم تعويضات زيادة يعني هاي نوع من الطوارئ نحن هلأ ضمن مرحلة تعليم في حال الطوارئ نحن عندنا شيء مستجد في عندنا أزمة عم نعالجها بأي قرار يعني آني ممكن يكون للصالح العام وهذا بده يعني ما يواخذنا المدرس شوي بده يتحملنا شوي ممكن لاجأنا له بس طبعا الشيء اللي عم يدرسه أكيد مو مجاني أكيد محسوب إله كإضافي برفعه عبره مدير المدرسة أصولا للتربية ممكن ياخد أي تعويضات تانية في حال إيجانا هلأ عيننا وفق المصابقة جامعيين كذا عم يسدونا للشواغير هلأ منصير منلجأ للريحه شوي للمعلم اللي صلوا فترة خدمة منيحة الريحه نعطيه التخفيض اللي بيناسبه طبعا نحن طبعا كل شيء مأجور يعني ما احنا ما عم نجبره بس نحن بحكم الأزمة يعني أنت عندك مدرسة فيها شاغر وعندك مدرس موجود نعطيهم موزع أنه خمس حصاص هون خمس حصاص هون أنهما نغطيها بالشواغير اللي بدنا ياها نعم كمان خلان نحكي عن استفسار عن طبيعة العمل للعقود عم يسألوا هلأ ستصرف للمدرسين عن الشهر الأول وابتداء من الشهر الثاني أمت بدأتم صرف تعويضات طبيعة العمل هلأ نحن طبيعة العمل بدء من بدء توقيع القرار اللي طلعه هلأ تعمل المديرية المحاسبة عنها لإجراءة الأمور التنفيذية بالنسبة له بس أكيد هو من تاريخ توقيع القرار والتعميم هذا اللي تصدر مبارئ لحيصدر التعميمات طبعا طبيعة العمل أخذت قبل بس هلأ نحن حطيناها لمحددات وأكدنا لبعض نقاط معينة تم الاستفسار عنها ولجأنا للتعميم لتوضيح بعض النقاط بس طبيعة العمل هي عم تتاخذ من وقت ما طلع المرسوم السيد الرئيس المكرمي اللي أدامها للمعلمين نعم طيب خبرنا كمان يمكن هلأ كمان في معلومات عن تصنيف المدارس الخاصة ضمن بند الخدمات المقدمة وخاصة هلأ صرنا عم نشهد يمكن أسعار كتير مرتفعة على المدارس يمكن أن الناس مبتعرف شو معنى الخدمات المقدمة جودة الخدمات المقدمة والحسومات اللي بتقدمى وزارة التربية ضمن اللي مشان اللي ما بيعرف هاي القصة فخبرنا كمان هل ممكن تتصنف المدارس يعني كأنه نجمين نجمتين أو حتى يعرف المواطن ما هي الخدمات المقدمة وهل تتناسب مع السعر المطلوب تماما نحنا في قانون ناظم للتعليم الخاص هو القانون 55 اللي عام 2004 ناظم لكل المؤسسات التعليمية الخاصة التعليم الخاص هو جزء من التعليم الرسمي العام نحن همنا نشعلوا معنى الأزمة خلال الأزمة طبعا كان لهم دور كبير المؤسسات التعليمية الخاصة أنه دعمت بالأزمة دعمتنا تلقى الطلاب كتير ساعدتنا بأمور تانية همنا جزء من التعليم العام يعني ما فينا نقول أنه الخاص لحاله طبعا المدارس خاصة تتنوع من خلال البيئتها من خلال تجهيزاتها لابد من نكون أنه هناك تصنيف لإله طبعا في أسعار في رسوم طبعا ناظمة ضمن المرسوم 55 معدل ناظمة لكل المؤسسات التعليمية ما بيطلعوا عنهم يعني ومنظم لكل أي شيء طبعا هلأ نجري تصنيفهم طبعا فيه تصنيف بـ 2013 جرى بحكم الأزمة ما عمل عليه شوي كان فيه ظروف طارئة وكانوا تلقوا كتير من طلابنا للمدارس الخاصة ويشكروا يعني أنه كانوا داعم لإلنا همنا الرديف للمدارس الحكومية طبعا وطلع منهم كتير متفوقين مثل ما طلع من المدارس العامة ويشكروا على الجهد اللي عم يقدموا دائما المدارس الخاصة ولهلأ فيه إنتاج عندهم نشاطات حلوة كتير طبعا نحن التصنيف موجود من 2013 بس ما عمل به يعني بحكم الأزمة والظروف اللي تعرضنا له هلأ نحن فيه لجان عم تشتغل على التصنيف وفق التجهيزات المدرسة وفق بناءها الخدمات اللي بتقدمها للطالب طبعا طبعا الرسوم هي جاهزة يعني ما فيه مشكلة ما فيه لا غبار عليها مو عالية كتير بس اللي عم يصير عالي هنه الخدمات اللي عم تقدمها المؤسسات التعليمية الخاصة طبعا فيه يعني شيخ عالي الجودة فيه كذا نحن ممكن هو ما يلجأ له للخدمات هاي الطالب اللي بيسجل هناك ممكن يعني ما يلجأ له الباص ما يلجأ له أي شيء بتقدمه مسابع كذا هاي شيء تاني يعني ممكن يكتفي بالقسط اللي هو طبيعي نحن بالنسبة لنا ومحدد ومو عالي جدا بالنسبة لأنه وفق المرسوم 55 بس الخدمات هاي اللي عم ترتفع بحكم ارتفاع الأسعار طبعا تلاقي الوقود عم ارتفع بترتفع السيارات بترتفع كل شي معه هاي هاي كلها لابد كمان ننظر له بعين إيجابية بس نحن عم نحاول نحد من هالأمور هاي مراقبة وتكون للصالح العام لصالح الطالب طبعا أي شكوى بتجينا منعالجة في عنا ضابطة عدلية ممكن تروح للمدارس تتحقق من الأمور ممكن يعني أي شي خارج عن الرسمي نرجع له من حق بكل شكوى بتجينا نحن مستعدين نحن في عنا دائرة التعليم الخاص نشطة جدا بالمحافظات سواء أو بالوزارة بتتلقى أي شكوى ممكن تعالجها فورا طبعا بس يعني هي فوبيا الأسعار عم تصير على كل شي متل ما عم تصير على أي شي بس هي نوعا ما متل ما قلت هي الخدمات اللي عم ترتفع مول الأقصار صار واضح نعم أستاذ عماد كمان خلينا نحكي وزارة التربية اليوم كيف بتعمل حالة الموازنة بين الموظفين عندها بكادر تدريسي وبين الإداريين يعني كتير من شوف شائع أنه الإداريين بيحسوا أنه الكادر تدريسي عم ياخد ميزات أكتر وبالعكس الإداريين ممكن يحسوا موضوع عكسي فكيف اليوم بتعملوا هاي الموازنة والأولوية لمين اليوم طبعاً نحن المدرس أو المعلم والإداري همنا فريق واحد ضمن العملية التعليمية عنا كل واحد إله جهده إله أدره إله مكانته طبعاً وكل واحد إله تعويضاته هلأ طبعاً اللي ضمن الصف عم يؤدي جهد كبير مع هالتلاميذ الطلاب وعم يعاني وعم مو معاناة ما فينا نقول بك قدر منه عنده جهد كبير جهد أكبر مو مثل الإداري مثلاً اللي قاعد بمكتبه أو اللي عم يتابع ضمن المدرسة جهده أكبر نحن لذلك لازم ميزه بس هلأ لحيتساوي في حال اشتغلنا على التعويضات التانية نحن عنا تعويضات تانية للإداريين أديمة شوي هلأ عم نشتغل عليها لرفعها حيث يتوازو نوعاً ما أقطاب العملية التعليمية بالمدرسة نحن عم ننظر دائماً بالنظرة الإيجابية لكل شي السيد الوزير كتير متابع للأمور هاي حابة بيرفع من شأن الطلاب وحابة بيرفع من شأن المعلم كل الكوادر التعليمية ضمن المدارس هاي لابد أنه نفكر بمصلحتها ووضعها بشكل عام نعم يعني أستاذ عيماد نحن متشكرك على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها ويمكن كتير خطوة مهمة رفع طبيعة العمل للمعلمين وأخذت صدى إيجابي كتير كبير أكيد مكرمة كتير حلوة من السيد الرئيس وسيد الوطن أكيد وتوجه له باسم كل المعلمين بسوريا باسم وزارة تربية يعني شكراً من القلب يعني ودائماً بيقدم لنا الدعم النفسي والمعنوي لكل العاملين بالوزارة طبعاً نعم وأكيد من أولا تحية لجهودكم وإن شاء الله دائماً قطاع التعليم يواكف فعلاً حتى ظل سوريا مميزة بالتعليم شكراً لوجودك شكراً صدافتكم شكراً لإهتمامكم شكراً لك الأستاذ عماد هزيم مدير التعليم في وزارة التربية شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم